السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية مجددة لكم على قناتكم تعلم وسعد درس اليوم في اللغة الفرنسية يتكلم عن الفعل من خلال هذا الدرس سنتعرف على الفعل وخصائصه وعن جدع الفعل ونهايته ثم عن مجموعات الأفعال وأخيرا عن أشكال الفعل يعتبر الفعل عنصر أساسي في الجملة ويمكن أن يعبر عن حركة أو عمل مثل ياسين غيبيس سيلوسون ياسين يراجع دروسه وهنا الفعل يعبر عن عمل يقوم به ياسين وكما يمكن أن يعبر عن حالة مثل الغيس سيلونسيوس تبقى صامتة وهنا الفعل يعبر عن حالة الصمت ومن خصائص الفعل كذلك أنه هو الوحيد في الجملة الذي يمكن أن يحاط بأدوات النفي نو با مثل الأطفال لا يلعبون في الساعة هنا أدوات النفي تحيط بالفعل ويتغير شكل الفعل حسب الضمير والزمل المستعمل فنقول أن الفعل يصرف في الحاضر نقول مع الضمائر هنا نلاحظ أن نهاية الفعل تتغير وكذلك في الماضي المستمر نقول وصلت وصلنا وكذلك هنا نهاية الفعل تتغير أما بخصوص جدع الفعل فهو الجثء من الفعل الذي لا يتغير عند تصريف الفعل كما في هذا المثال جدع الفعل هو وهو لا يتغير في جميع الأزمينة وللإشارة هنا أن جدع الفعل لا يتغير بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى والثانية ولكن يتغير في أفعال المجموعة الثالثة كما نرى هنا مع الفعل أخذ وآله ذهب نقول حيث يتغير جدع الفعل مع الضمير والزمل المستعمل والحروف التي تتغير في تصريف الأفعال تأتي في آخر الفعل وتسمى أي نهاية الفعل مثل هنا ونس وهنا والفعل يمكن أن يكون مصرفا كما في هذه الجملة السيارة تتحرك بسرعة أو يكون على حالته الأصلية يعني مثل كوش وزير هنا جملة استفهامية ولكن الفعل غير مصرف ويمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الأفعال أفعال المجموعة الأولى تنتهي بـ باستثناء الفعل دهبا والذي يعتبر من أفعال المجموعة الثالثة لأن جدعه يتغير خلال تصريفه ومن أمثلة المجموعة الأولى نجد الأفعال شرشة باحثة ايدي ساعدة بخيباري هيئة اغيفي وصلة تخوفي وجد أما أفعال المجموعة الثانية فتنتهي بـ ومن الأمثلة عليها نجد الأفعال فنير أنهى شوازير اختار أجير أطر غيونير جمع غيوثير نجح وتنقسم مجموعة الأفعال الثالثة والتي يتغير جدعها خلال التصريف إلى ثلاث مجموعات فرعية أساسية أفعال تنتهي بـ مثل بارتير انصرف دور نام دونير أخد وأفعال تنتهي بـ وار مثل صفوار علم دووار أوجب ووار رأى ومجموعة أفعال تالثة تنتهي بـ ر مثل خاندر أخد أطاند انتظر وإكخير كتب ويمكن تقسيم الفعل إلى ثلاث هيئات أساسية الهيئة الأولى وهي المبني للمعلوم حيث يكون الفاعل هو من يقوم بالفعل مثل الميكانيكي يصلح السيارة ويكون الفعل مبني للمجهول أو عندما يكون الفاعل هو من تحمل الفعل مثل الأفعال ذات ضميرين أو ذات بخونو منه الشكل الثالث للأفعال والتي تكون مصحوبة بضمير إنعكاسي أو بخونو غفلشي يوافق دائماً الضمير الشخصي أو الفاعل المستعمل في الجملة نقول مثلاً بالنسبة للمخاطب نقول وبالنسبة للغائب المفرد نقول يغسل اليدين قبل الأكل نلاحظ هنا أن الضمير لنعكاسي الذي يكون في مصدر الفعل يتغير مع الضمائر المستعملة النشاط الأول يقول ضع سطراً تحت الأفعال المصرفة واذكر مصدره الجملة الأولى الفاعل هنا هو هو فعل من المجموعة التالية مصرف هنا في الحاضر وفي الجملة الثانية جمال يكتب رسالة إلى خاله أو عمه إذن ماذا يفعل جمال فهو يكتب الفعل هو يكتب وفي الجملة الثالثة أصطاد سمكة كبيرة هنا ماذا أفعل فأنا أصطاد الفعل هو إذن أضع سطراً تحت فعل وفي الجملة الرابعة أمال تشتري كتاباً هنا ماذا تفعل أمال فهي تشتري إذن الفعل عشت وفي الجملة الأخيرة هل ستذهب إلى المقهى هذا المساء هنا هذه الجملة فهي جملة استفهامية الفاعل يأتي بعد الفعل والفعل هنا هو تذهب بالنسبة للمصدر مصدر الفعل الأول فهي مصدره فار وبنسبة للجملة الثالثة إكري مصدره إكير وبنسبة للجملة الثالثة مصدر الفعل بش هو بيشي وهنا الفعل الرابع أشت ومصدره هو أرشوتي ومصدر الفعل فا هو ألي أما في النشاط الثاني السؤال يقول غلي شك فارب أفكس سان جروب سل كل فعلين مع مجموعته نعرف أن هناك ثلاث مجموعات من الأفعال المجموعة الأولى والثانية والثالثة وعندنا مجموعة من الأفعال يجب أن نصل كل فعل مع المجموعة التي ينتمي إليها نبدأ بهذا الفعل لفارب شرش ينتهي بأوعاء إذن ينتمي إلى المجموعة الأولى وبالنسبة للفعل ألي فهو استثناء إلى الأفعال المجموعة الأولى رغم أنه ينتهي بأوعاء إلا أنه ينتمي إلى المجموعة الثالثة والفعل فلوار أراد فهو ينتمي بأوعاء وإذن فهو ينتمي إلى المجموعة الثالثة والفعل ينتمي بأوعاء ولكن لا ينتمي إلى المجموعة الثانية ولكن إلى المجموعة الثالثة لأن تصريفه في الحاضر مغاير عن تصريف الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثانية أما الفعل obir فهو ينتهي بer ولكن تصريفه يوافق تصريف أفعال المجموعة الثانية والفعل guineer كذلك ينتمي إلى المجموعة الثانية وفعل far فهو ينتهي بer إذن ينتمي إلى المجموعة الثالثة وفعل parler ينتهي بer إذن ينتمي إلى المجموعة الأولى والفعل curre ينتهي بer ولكن لا يصرفه مثل أفعال المجموعة الثانية إذن ينتمي إلى المجموعة الثالثة وفعل sute ينتهي بer إذن ينتمي إلى أفعال المجموعة الأولى دمتم في رعاية الله وإلى درس جديد إن شاء الله